بجيش قوامه نحو مليون جندي أساسي تعتبر كوريا الشمالية واحدة من أكثر دول العالم تسليحاً والصناعات العسكرية جزء أساسي من اقتصادها تشكل الصادرات من هذه الصناعات أحد أهم مصادر الدخل القومي للبلاد وأبرز مصادر العملات الصعبة في كوريا الشمالية تتجاوز قيمتها عشرات الملايين سنوياً الأمم المتحدة تقدر أن كوريا الشمالية جنت مئتي مليون دولار عام 2017 من صادرات سلع محظورة على رأس هذه السلع الأسلحة والصواريخ الباليستية النظام السوري واحد من أبرز زبائن السلاح الكوري الشمالي تقارير تشير إلى أكثر من أربعين شحنة بين عامي 2012 و2017 هذه الشحنات حملت بشكل رئيس بأسلحة كيميائية كغاز الأعصاب وغاز السارين الحوثيون ضمن قائمة عملاء بيونج يونج أيضاً حيث ظهرت أدلة غير مرة على استخدامهم صواريخ كوريا الشمالية وميانمار كانت أيضاً في رأس قائمة مستقبل أسلحة كوريا الشمالية العام الماضي وإلى جانب الأسلحة والصواريخ تعرض كوريا الشمالية خدماتها في بناء مصانع أسلحة لعملائها كما حصل مع عدة دول كأثيوبيا ونيجيريا ومدغشقر ترجمة نانسي قنقر